لم يذكر البيان الوزاري عبارة نسبية في الفقرة الخاصة بقانون الانتخابات فهو اكتفى بالقول ستعمل الحكومة على اقرار قانون جديد للانتخابات على اي راعي قواعد العيش الواحد والمناصفة ويؤمن صحة تمثيل وفعاليته لشتى فئات الشعب اللبناني في صيغة عصرية تلحظ الاصلاحات الضرورية بين النسبية والاكثرية ورد المختلط فما انع كاساته على القوى السياسية عاد قانون الانتخاب ليتصدر الاولويات اللبنانية لسيما لدى حكومة ابرز مهماتها الانتخابات النيابية كثيرة هي المشاريع المطروحة حتى تجاوزت سبعة عشر اقتراحا ولعل ابرزها المشروع المختلط بس يندمجوا الانونين يصير فيه مقاعد بيقدر واحد يترشح لها اساس اكتر ويكون فيه تصويت للمقاعد الاكثرية وبنفس الوقت فيه ترشح على اساس نسبي وفيه تصويت للوائح نسبية بيكون في عنا دمج بين الاثنين يصف القانون مختلط قانون اذا ما تبق يقسم القوى السياسية ثلاثة فئات اولها احزاب لن يتأثر تمثيلها حركة امل وحزب الله رح تكون اخسارة محدودة جدا ويمكن ما عندهم اخسارة لانه عندهم فول شعبية من الصعب جدا ان يكون هناك كتلة تاخد وزن وتصل الى عتبة التمثيل في الجنوب والبقاء المستفيدون من هذا القانون كثر يجمعهم قاسم مشترك واحد المستفيدون هن التيار القوات تير وطن الحر القوات اللبنانية حزب الكتائب الكتلة الشعبية اذا بدك فينا نقول حركة الاستقلال والمستقلين اكان في كسروان او في المتن رح يلملموا من باقي المناطق ومقاعد بالشمال رح يلملموا مقاعد كانوا خسرانينا وبالبقاء رح يلملموا مقاعد كانوا خسرانينا وفي بيروت رح يلملموا مقاعد كانوا خسرانينا اي انون مختلطة او اي انون نسبة سيعيد التمثيل المسيحي الى وضعية افضل ابرز المتضررين لم يخفي امتعاضه فغرد بيك المختار سائلا من اين خرج فجأة الشعار بضرورة قانون انتخابي يؤمن سلامة التمثيل مضيفا كفى تنظيرا وتطبيلا حول نسبية ملزمة آتية ولازمة وإلا بطل التمثيل لسنا بقطيع غنم ليسلم مصيره وسط هذه الغابة من الذئاب حزب الاشتراكة واضحا رح يخسر اثنين لثلاثة مقاعد من مقاعده الـ 11 طيار المستقبل رح يخسر عدد لا بأس به هو هلأ عنده 34 قد يصل 25 26 مقاعد يمكن 23 حسب حجم التحالفات وحسب ضراوة الماركة طيار المرضى رح يكون عنده خسارة مقاعد يمكن بين النسبية والاكثرية اكثرية سياسية لا يناسبها الا بالستون حسان الرفاعي قناة الجديد